عاد مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل فتح ملف في وجود حزب العمال الكردستاني في العراق والذي يسبب إزعاجا مزمنا لكل الدولتين تركيا والعراق تحديدا الذي وضع في حرج من جراء وجود هذه الميليشيات الأجنبية على أراضيه المهلة التي أعطتها أن قرار الحزب في أذار الماضي وعدم تنفيذ الحزب تعهده بالخروج من سنجار فتح الباب واسعا أمام تركيا لشن عملية عسكرية تقول أنقرة إنها الأوسع ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني الذي انصح اتهامه بعملية قتل نائب القنصر التركي ومرافقه بأربيل فإن هذا الفعل يشكل طعنة أخرى للشراكة القائمة بين أربيل وأنقرة الصمت الذي اعترى بغداد عام 2014 كان مقدمة لما يجري حاليا حيث دخلت ميليشيا حزب العمال الكردستاني إلى سنجار تحت لافتة محاربة تنظيم الدولة وتدريب ميليشيا سنجار التابعة لميليشيات الحجن حيث تؤكد مصادر محلية تلقي الحزب رواتبه من الميليشيا مباشرة ومن إيران وتقول مصادر سياسية بالعراق إن ملف حزب العمال الكردستاني هناك سياسي وليس أمني حيث لا تريد أطراف سياسية وميليشياوية في بغداد القضاء على وجود عناصر الحزب تلبية للرغبة الإيرانية بالرغم من الضغط والإغراءات التركية لحكومة بغداد التي وصلت لاستعداد أنقرة سحب جنودها من المعسكر التركي الموجود في بعشيقة مقابل طردهم لكن الموضوع يرتبط كما يرى مراقبون بمخططي طهران لإبقائهم داخل العراق بعيدا عن أراضيها وتحقيق أقصى استغلال لملف تهريب النفط من العراق وسوريا من جانبها تقول السلطات المحلية في قضاء سنجار إن المدنيين وقعوا ضحية لوجود حزب العمال الكردستاني على أراضي القضاء في ظل القصف الجوي المستمر ومحاولات الحزب تجنيد مقاتلين لصالحه في المناطق التي يسيطر عليها بكردستان العراق ويبقى السؤال الأبرز حاليا عن الأسباب التي تدفع حكومة عبد المهدي لاتخاذ موقف متفرج من وجود حزب العمال وعدم العمل على طرده لا سيما مع تصنيفه منظمة إرهابية وهي النقطة الفاصلة التي تمنح تركيا حق قصف أراضي عراقية وتفضح أيضا وجود مصالح خفية بتشريع هذا الوجود الذي لم يتحرك الجيش الحكومي في العراق لاستأصاله بينما تحرك سابقا بدعم من الميليشيات للسيطرة على كاركوك مخافة ضياع أهم مورد للنفط من يد سراقه ترجمة نانسي قنقر